يقول هؤلاء المستشرقون أنتم تقولون في القرآن عن أخذ الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يقول آهو أنتم قاعدت تقولوا في القرآن أنكم تأخذوا المال مننا نحن غير المسلمين عن يد وهم صاغرون يقول لا أنتم لم تتنبهوا بالله الذي يفهم هذا الكلام كله وآلياتها وأسلوبها يفهم أننا جيين نذل للناس أو جيين نأخذها منهم بالقوة لا والله إذن ما هو مفهوم الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون معناها حتى يعطوا الجزية عن يد كلمة يد يعني عن قدرة تمام وهم صاغرون كأنها أو هي معنى اللغة العربية زي الصغير الصغير يكون عنده نوع من الخشوع يكون عنده نوع من الخضوع إلى سلطان الدولة مثلا الطفل عند أبوه نحن نسميه الصغير صغير عشانه يخضع لمين يخضع لوالده فهو صغير كذلك أنتم في ظل الدولة يا من أخذنا منكم البال تعطوا المال عن يد يعني عن قدرة طيب لو ما عندكم قدرة لا تعطوا هل في هذه إذلال ما عندكم لا تعطوا ولو كان عندكم نأخذ منكم هذا الجزية الصغير بالله في واحد يأخذ واحد درهم وهو مذلول يعني أنا أقول لك أعطيني ريال أقول لك أعطيني واحد دولار وإلا خذ واحد دولار واحد مليونير وأخذ منه دولار هذا أنا ذليته الآن إذن معناه حتى يعطي الجزية عن يد يعني عن قدر وهم صاغرون أي تابعون من معانيها في اللغة العربية الخشوع الصغار الخشوع أي حتى تعطوا هذا المال عن خشوع وخضوع وهيبة لسلطان الدولة وليس معناها الذل والإهانة طيب هذا أصبح الآن كلام مفهوم أنه نحن الجزية هذه ليست عن قوة يرجعوا مرة ثانية يقول طيب أصبر أصبروا فهمنا قضية الجزية وأنه ليست صغار ولا ذلة ليش فاتحين الحرب علينا كلنا ونحن فتحنا الحرب عليكم يقول نعم أنتم في القرآن تقولون هذا قاتلوا المشركين كاف طيب كملوا الآية كما يقاتلونكم كاف فتحتم حرب سنفتح حرب ونحن أقوياء طيب وإن جنحوا للسلم فجنح لها كتب عليكم القتال وهو كره لكم ما نقاتل إلا من يعتد علينا لو ما اعتد علينا ما نقاتله أبدا قالوا طيب أنتم رسولكم صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح يقول إيش أمرت أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أوه دنت فتحت الحرب على كل الناس أمرت أن أقاتل إيش الناس كل الناس نقول له طيب اصبر هل نحن في ديننا الإسلامي في القرآن قرأتهم أنه عندنا حرب مفتوحة في القتال قاتلوا إيش الذين يقاتلونكم إذن الناس هؤلاء هم الذين يقاتلوننا بنص القرآن نفسه والأمر الثالي كما يقول الإمام حافظ بن حجر والإمام الرجب كلمة الناس هنا قريش والنبي صلى الله عليه وسلم أعلنها قال أمرت أن أقاتل قريش اللي قاعدين يقاتلوني وسحلوا مننا الصحابة وآذوهم وعذبوهم وحددها أنها بمن؟ بقريش فإما أنكم الذين قاتلتم وإما أنكم إيش قريش مرحلة زمنية ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم شرحنا الحديث قالوا طيب أنتم تقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بين يدي الساعة بالسيف وفي رواية بعثت بالسيف أهو أنا أرسلت بعثت بالسيف وين الرحمة؟ أول شيء القرآن الكريم هذا يقول وَمَا أرسلْنَاكَ إِلَّا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ الصحابة في صحيح المسلم يقول يا رسول الله ادعو على القوم ادعو عليهم فيعدلوا من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم اللهم أهدي قومي وأتي بهم اللهم أهدي قومي وأتي بهم أنتم تقول ادعو عليهم لا نحن ندعو لهم يقول وأرسل رحمة للعالمين بعثتوا بالسيف لا يصحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا قاعدين تنقوا أحاديث بكيفكم باختياراتكم نحن نعرف نظام الأحاديث الصحيحة في عندنا سند وفي عندنا متن عندنا جرح وعندنا تعديل عندنا جمع للطرق والآليات في معرفة علم الحديث هذا لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نحن أمة رحمة